نروح لموضوع تاني موضوع تاني كانت الكابتن هناء حمزة نائبة رئيس اتحاد الكرة الطائرة طلعت النهاردة بتصريحات تعالوا نشوف التصريحات الأول اعرضوا لنا التصريح كده علشان نقدر نتكلم عن الموضوع النهاردة الكابتن هناء حمزة معنا التصريحات شباب طيب اعرضوا لنا التصريح اعرض لنا الصورة قبل ما علق وعاقب على الكلام اعرض لي الصورة لو سمحت التصريحات انا عايز التصريح التصريحات النهاردة اللي نزلت بيها الكابتن هناء حمزة طلعت النهاردة قالت عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي زور عقب بنت مريم مع النادي الاهلي والكلام او الامضة اللي احنا مضيناها كانت فلوس او مستحقات كانت لبنتها مريم فالنهاردة النادي الاهلي واتهمت النادي الاهلي بالتزوير دي الكابتن هناء حمزة نائبة رئيس اتحاد الكرة الطائرة زي ما احنا شافين قدام قدامنا على الشاشة عقد ابنتي انتهى مع الاهلي وجعلوها توقع على بياض لتأخذ بقية مستحقاتها لم تحصل عليها وهم استغلوا ذلك الورق وارسلوا الاتحاد الطائرة بصفته عقد تجديد لكنه عقد مزور وهنا اتهمت النادي الاهلي بالتزوير ووضعوا فيه شرطا جزائيا يبلغ 3 مليون جنيه رغم ان اقصى ما تتقضاه هو 300 الف جنيه سنويا من الاساس هو ده كلام الكابتن هناء حمزة النهاردة عن النادي الاهلي وان النادي الاهلي زي ما اقوله حضراتكو اتهمت النادي الاهلي بالتزوير النادي الاهلي هياخذ كل اجراءاته القانونية وحقه القانوني في شأن ما قالته الكابتن هناء حمزة لكن عايز اعرض بقى لحضراتكو الصور وقت توقيع العقد وقت ما النادي الاهلي كان بعزب بنتها وقت النادي الاهلي ما كان بيزور زي ما هي قالت شايفين الاتسامة وشايفين الدحكة وشايفين النهاردة ما شاء الله الكابتن حمد الصافي الاستاذ خالد مرتاجي امين الصندوق الكابتن هناء حمزة بنتها نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ عاملي فاروق الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ده كله الناس دي كلها وقفة علشان يده بنت حضراتك مستحقتة طب ايه البصمة اللي هي بتبصم عليها دلوقتي يعني يا طارده تزوير بالبصمة ولا ايه عشان تفاهمين ما احنا برضو اللي بيسمع يعني عائل الناس بتفهم برضو لو كان اللي بيتكلم اللي بيسمع بيفهم النهاردة وهي بتتحك وهي مبسوطة وبالمناسبة كابتن هناء حمزة قارت العقد بدل مرة قاريته عشر مرات اللي بتتداعي دلوقتي اللي بتتداعي دلوقتي الناد الاهلي زور عقدها كله بالصوت والصورة زي ما احنا شايفين يا طارده النهاردة كل الناس الوقفة السيد عامري فاروق نايب رئيس الناد الاهلي وامني السيدون السيد خارد مرتاجي وحضرتك وقفة جاينا عشان يده بنت حقيق مستحقتة ويدوها اخلاق طرف طب ايه العقد اللي مسكدة يا طارد ايه العقد يا وانت وقفة مبسوطة كمان في التصوير الناد الاهلي وبيطلعوا يتكلموا عن الناد الاهلي احنا معانا بالصوت والصورة عموما بعد الكلام اللي قالته الكابتن هناء حمزة الناد الاهلي متمسك بحقه القانوني الناد الاهلي هيمشي في طريقه القانوني عشان يضمن كفة حقوقه كاملا سواء في اللعبة او في تصريحات الكابتن هناء حمزة وبالمناسبة كابتن هناء حمزة هي نائبة رئيس الاتحاد الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة اللي بيحصل فيه كوارس خلال الفترة دي اخر كارثة حصلت بعد النادي الاهلي ما ارسل عقد احمد سعيد ومحمد عادل لعباي النادي الاهلي في الكرة الطائرة عشان يعتمد من اتحاد الكرة الطائرة اطعوا العقود وقالوا العقود اختفت رغبة من اتحاد الكرة الطائرة ان اللعبة ممكن ترجع في كلامها مرة تانية وتنضل اي نادي اخر لكن اللعبة طلعوا رجالة لعبت النادي الاهلي احمد سعيد ومحمد عادل طلعوا رجالة وكل واحد كتب على صفحته الشخصية ان احنا مستعدين لو العقود ضاعت او اتقطعت احنا مستعدين نوقع الف مرة لنادي الاهلي اتحاد الطائرة في اختبار صعب هنشوف هيعملوا ايه ده الموضوع تعكرت ان انا حمزة اللي بتتداعي ان اهلوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة